جعفر الجيسمي يحكي على التحاقه بقناة الحوار التونسي وعلى أول اجتماع صار بينه بين سيمي الفهري صاحب القناة وزيد عمل مقارنة بالمحتوى اللي حبي قدمه هو والمحتوى اللي كان قبله معه على الشابي ويقال جعفر الجيسمي اللي هو كيمشي لقناة الحوار التونسي القانس كلها رحبت بي وحبته نس كلها ليخدموا في قناة الحوار خاصة وأنه هو رجع لها من جديد وقال للجيسمي أنه في أول اجتماع له مع سيمي الفهري أحكيه على برنامج صفي قلبك وأطلب منه يعني تحويل وجهة البرنامج والتغيير الاتجاه اللي كان مشي فيه قبل مع علي الشابي وقال اللي ما نجمش يخوذ برشا في التفاصيل لكن قال اللي ما طلب منتاعه وتحويل وجهة برنامج صفي قلبك نيل موافقة سيمي الفهري وأشار جعفر الجسمي لأنه هو يحب ذلك المواضيع اللي عنده طبع اجتماعي وإنساني واللي أفرد العائلة لكلها ينجموا يتفرجوا فيهم من غير حتى أقلق مع بعضهم وللإشارة في أنه برشا انتقادية تتوجهت العليق الشابي في خصوص المحتوى متاع البرنامج اللي بين الظفرين يعني برشا أطراف تعتبروا اللي هو مجرد فضائح للناس عرض فضائح الناس في التلفزة واستغلال البسطة من تالع بيت قال جعفر الجسمي اللي هو اقترح وكان من أول شروط متيعه بشيخة برنامج صفي قلبك تحويل وجهة البرنامج كما قال هو وبالفعل تم تحويله على أساس أنه العائلة كاملة تنجم تتفرج فيها ترجمة نانسي قنقر